بسم الله الرحمن الرحيم عندي ليكم فكرة رائعة ندخل بيها رمضان السنة دي نية جميلة جدا كل سنة دايما نفكر ايه النية اللي ندخل بيها رمضان السنة دي نية رائعة نية ان تدخل رمضان بفكرة ومنزلة الاحسان الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه تعبد ربنا في رمضان السنة دي كأنك تنظر اليه في صلاتك في قراءتك للقرآن الاحسان يعني الحب أصول ضمن ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهير مع جبريل الدين إسلام إيمان إحسان يعني الإحسان تلت الدين تلت الدين المنسي من الناس كل الناس من ركز على الإسلام والإيمان كل الناس من تعمل قواعد الإسلام والإيمان لكن الإحساس ده الروح الإحساس ده الإحسان دوا هو ماء هذا الدين روح هذا الدين المادة الفعالة اللي لو تشالت زي الدولة لو تشالت تفقد الروح الإسلام والإيمان قواعد الإحسان إحساس عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني يا رسول الله إحساس عميق بالله في كل جزئيات حياتك وإنت بتشتغل وإنت بتخرج وإنت بتتعامل مع الناس وإنت بتصلي وإنت بتعامل أبوك ومك في كل الحياة طب مش قادر أجيب كأني أراه انزل على ليفل تاني برضو من الإحسان فإن لم تكن تراه فإنه يراك حاضر معاك وإنت سايق وإنت بتصلي وإنت واقف قدام المراية الإحسان ده إحنا عمرنا ما فهمناه لأن إحنا دايماً بنركز على الاتنين الأولينين وبننسى التالت 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 المفقود إيه رأيك تعبد ربنا السنة دي بإحسان تعبد الله كأنك تراه إذا صار فيك الإحسان تحسن في كل حاجة في حياتك فالإحسان مع الله تعبده كأنك تراه مع الناس يعني تعاملهم بحسن خلق ما هي كلمة حسن خلق من الإحسان مع الحياة تحسن العمل يعني إتقان وإبداع إيه ده ثلاثي الأبعاد مع الله مع الناس مع الحياة يبقى دينا ثلاثي الأبعاد إسلام وإيمان وإحسان والإحسان ثلاثي الأبعاد مع الله تصلي كأنك تراه مع الناس تعملهم بأحسن ما عندك مع الحياة تحسن يعني تتقن وتبدع تخيلوا بني آدم حيعيش رمضان بالتلاتة دول مع الله مع الناس مع الحياة أحسن منتج إنساني موجود لا تقول لي الياباني ولا الكوري أنت معدي لأنك بتعمل كل حاجة بأحلى ما عندك ايه يقول ان انت والله يا جماعة الإحسان دوّن عجيب جدا أحلى صفة ربنا بيحبها في القرآن ما فيه صفة تكررت في القرآن قد إن الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين ما فيه صفة تانية جات سبع مرات في القرآن والله يحب المحسنين الإحسان لايف ستايل طريقة حياة في الدنيا كلها عشان كده النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء إيه رأيك تخش رمضان السنة دي ناوي تعبدوك أنك ترى والله حيكون أحلى رمضان مر عليك في حياتك أنا معاك يا رب أنا كأنني أراك في صلاتي في معاملاتي في عملي ياه حتكون في أعلى الدرجات اوعى تنسى قول الله طبارة تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اوعى تنسى الله قول الله طبارة تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك اوعى تنسى قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنة وزيادة اوعى تنسى قول الله طبارة تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين اوعى تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب ده أمر يا جماعة ده مش رفاهية كتب الإحسان على كل شيء فاضل إيه؟ فاضل أن أنا أقولك إزاي نوصل للإحسان؟ توصل للإحسان بحاجتين الحاجة الأولانية كفر الذكر الله لا يمكن بص استحالة هتوصل للإحسان إلا بكفر الذكر الله ده واحد الحاجة التانية اللي توصلك للإحسان هي إن ممكن برنامجي في رمضان السنة دي يساعدك بشدة لأنه هو برنامجي السنة دي اسمه كأنك تراه وكأنك تراه كأنه بيقولك إزاي كأنه بيقولك إزاي توصل للإحسان بالذكر وبأسماء الله الحسنة يا جماعة أرجوكم شوفوا البرنامج السنة دي وكفتروا من الذكر السنة دي مين ياخد معايا النية ويرفع إيده دلوقتي ويقول أنا نويت أعبد ربنا السنة دي في رمضان كأنني أرى أعيش بمنزلة الإحسان يا رب دخلنا رمضان بمنزلة الإحسان دخلنا رمضان من المحصنين يا رب جعلنا نعبدك في رمضان السنة دي كأننا نراك مين ينوي معايا النية دي والبرنامج حيساعدكم أرجوكم تحت الفيديو دوا فيه لينك في برومو البرنامج وفيه فيديو عن الإحسان أرجوكم انشروا معايا هذا البرنامج انشروا معايا هذا الفكر نريد أن نعيد الأمة الفكر الإحسان والله يا جماعة أنا نيتي من وانا بصور برنامج رمضان السنة دي اللي بقولكوا دعولي ربنا يفتح علي فيه أن ينتشر الإحسان في أمة حب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيي بنا الإحسان في أمة حبيبك محمد قموا ساعدوني في نشر البرومو ساعدوني في البرنامج شوفوا البرنامج وذكروا ربنا يساعدكم على الوصول للإحسان أحلى رمضان في الدنيا خدوا النية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله